لكن في بداية برنامجنا النهاردة قناة الأهل وأسرة برنامج الأشبال بنقدم واجب العزاء للكابتن محمود الخطيب في وفاة شقيقته الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته ده جزء من العزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب كان في مسجد المشير طبعا كان فيه عدد كبير جدا من الحضور لاعبين سابقين في النادي الأهلي زي ما احنا شايفين الكابتن شطة الكابتن فاوز سكوتي كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي كانوا متواجدين بجوار الكابتن محمود الخطيب الأستاذ العمري فاروق الأستاذ خالد مرتاجي الأستاذ طارق أنديل الأستاذ محمد الجرحي الأستاذ محمد دماطي الأستاذ محمد الغزاوي الكابتن حسام غالي طبعا كابتن أو الدكتور محمد سراج طبعا من ظروف الحادثة هو اللي تغيب لكن كل مية عاطف الدكتور مهند مجدي كل الحضور كل مجلس ظهر كان متواجد زي ما احنا شايفين الكابتن حسن حمدي كان متواجد دكتور حسن مصطفى معظم رؤساء الأندية أو كل رؤساء الأندية الناس اللي كانت موجودة رئيس المؤولين العرب رئيس النادي أمبي الحاج محمد صلحي رئيس الاتحاد السكندري كان عدد كبير جدا من الحضور واحد من نجوم نادي الزمالك الكابتن فاروق عفر أيضا حضر الكابتن واحد من نجوم الزمالك الكبار المحترمين جدا الكابتن محمودة برجلة راجل دايما متواجد في كل الأحداث وكل المحافل ودايما في كل الظروف مساند للناس ربنا يديله الصحة يا رب واحد من نجوم نادي الزمالك طبعا حج محمد أبو العنين ونادي سيراميكا كليو بطرة كل المسؤولين فيه وقول لحضراتكم مسؤولين يعني معظم المسؤولين في الأندية وفي الدوري الممتاز كابتن إسلام الشاطر ولفيف ومجموعة من قناة النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر